صباح الخير ينتظر لبنان الرسمي الذي لا حول له ولا قوة اثنين ماذا ستفعل اسرائيل وماذا سيفعل حزب الله الجواب الاسرائيلي جاء على لسان وزيري الدفاع وشؤون استراتيجية الذين تنوبا على الكلام عن جبهة الشمال فقال الاول نحن في حالة دفاع على جبهة لبنان وقواتنا جاهزة للرد على اي عضوان واضاف الثاني ان على اسرائيل الرد اذا قرر حزب الله التصعيد اما جواب حزب الله فموعده الجمعة من خلال الكلمة التي سيلقيها امينه العام لبنان الرسمي الذي يحتفل اليوم بين مزدوجين بمرور عام على شغور رئاسي تحدث باسمه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الذي لم يطمئن ولم يخوف وقال ردا على سؤال وكالة فرانس بريس ما اذا كان لدى حزب الله نية عدم التصعيد ان حزب الله يقوم بعقلانية وحكمة بادارة هذا الموضوع وشروط اللعبة لا تزال محدودة لكنه قال ايضا انه لا يستطيع طمأنة اللبنانيين فالامور مرهونة باوقاتها مشددا على ان الشعب اللبناني لا يريد دخول اي حرب ويريد الاستقرار خصوصا بعدما وصل الى هذا المستوى من الفقر والعواز وقال انه يعمل على تجنيب لبنان دخول الحرب معتبرا ان البلاد في عين العاصفة ترجمة نانسي قنقر